ولد الراحل خالد بن حمدد سيماني الذي عرف فيما بعد باسمه الفني خالد سامي في الرابع من ديسمبر من عام 1961 بمدينة بريدة أتم دراسة مراحل التعليم الأولى وسط أسرة محبة للعلم من عكس على تكوين شخصيته في حبه للتعلم منذ صغره أخي وحبيبي خالد رحمة الله عليه خالد حمدد سيماني الذي سمي بخالد سامي طبعا اختار الاسم هذا لأجل أنه وقتها كان الموثل أو المغني أو الفنان كان صعبا بالنسبة للمجتمع كان متحفظ بزيادة وأيضا خالد طبيعته ما كان يحب يزعع للآخرين وأيضا وجد أن الاسم هذا اسم يعني يليق به لأنه اختاره لأنه اسم موسيقي تقريبا ونتكلم عن بداية كيف يعني الوالد رحمة الله عليه تزوج أم خالد كان الوالد صغير جامل القصيم صغير وكان سبحان الله تعرف على الشيخ بن باز رحمة الله عليه وقابله واستلطفه الشيخ بن باز وقال له أنا عندي لك مرأة صالحة طيبة موجودة وكذا وقال أبوي يعني ما عندي وظيفة معينة أقدر يعني المصاريف وكذا وأبوه كان اللي هو محمد الله يرحمه كان عنده أسرة كبيرة وكذا أبن باز قال ما عليك من ناحية الوظيفة ومن ناحية الأمور الأخرى من ناحية الراتب وكذا أبد أنت إذا وافقت الأمور الأخرى وتوظف الوالد رحمة الله عليه وزارة الدفاع وبعدها من توفيق الله سبحانه وتعالى جاء خالد يعني هو أول ولد للوالد فلذلك الوالد اسمه أبو خالد وبعد زواجه من أم خالد الوالد ما شاء الله يعني صراحة انتعش هذاك الوقت وأم خالد كانت محبة للخير رحمة الله عليها ورحمه الله أبو تركي وكانت يعني تحب برضو هالترتيب وتحب هذاك الوقت قليل تلقى حد يرتب وكذا أيضا خالد رحمة الله عليه من صغره من نعومة أظفاره وهو برضو يحب الاستقلالية يعني تلقى غرفه بالحاله وحمام منتب كرامة بالحاله واغراضه بالحاله حتى لا يعني يحب كل اجتمام ومرتب والريحته تصير حلوة والدته كانت مهتمة واهتمت بالآخرين يعني والدته سبحان الله حتى يوم جت اهتمت باللي حول خالد واللي يمشون مع خالد واللي أقران خالد اللي ترضعه واللي تعطيه واللي كذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى طبعا درس بالبداية في لبنان درس في لبنان وجلس فترة في لبنان ورجع للسعودية لما رجع للسعودية طبعا حنا كنا من سكان شميسي هي مسود وبيضة نشأنا بأسرة محبة البعض ما بيننا شي يعني إلا ما يعني محبين كل واحد يحب الآخر ما يحب لنفسه والوالد رحمة الله عليه عودنا على هذا الشي والدة خالد كانت برضه يعني محبة للناس أجمعين يعني أي أحد شوفه وده تساعد هذا وتطعيه خالد رحمة الله عليه بعد ما درس بمدرسة الفاروق بشميسي درس فترة وبعدين نقل لبنان برضه ثاني مرة ورجع للسعودية مرة أخرى واشتغل منذ صغره من يعني نعومة أطفاله عمل في كلية الملك عبدالعزيز الحربية مع الوالد وكان مسؤول عن المكتبة فخالد رحمة الله عليه سبحان الله من كرمه وجوده وطيبته كان يعني الراتب حقه هو صغير يعني ما بلغ العشرين يعني كان يحط الراتب بيفرشه كذا على السرير جنب السرير كذا كأنه يقول يعني اللي محتاج مبلغ ولا شيء ولا عنده ضرف يأخذ منه تركني ما أدري هذا من يعني المميزات ولا يسأل وين كذا وليش كذا أبدا ترجمة نانسي قنقر